بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والتسليم إن شاء الله المحاضرة السبعة في المواطن الرقمية في المدارس والمؤسسات التعليمية المحاضرة دي مجمعة محاضرتين أو عنصرين في بعض اللي هو العنصر الخاص بالقانون الرقمي والعنصر الخاص بالحقوق والمسؤوليات الرقمية أنا حبيت حطهم في محاضرة واحدة علشان لقيتهم قريبين من بعض بإذن الله تعالى وده هنشوفهم مع بعض في التفاصيل بتاعتهم ندخل في عناصر المحاضرة هنتكلم على الأربع حاجات المعتادة في كل عنصر من العناصر الخاصة بالمواطنة الرقمية التعريف المشكلات القضايا دور المعلم والمدرسة هنتكلم دلوقتي على التعريف الخاص بالقانون الرقمي والتعريف الخاص بالحقوق والمسؤوليات أنا شايف من وجهة نظري البسيطة اللي القانون الرقمي يضم الحقوق والمسؤوليات ويضم حاجات كتير من العناصر الخاصة بالمواطنة الرقمية وده اللي بجهزه في آخر المحاضرات بإذن الله تعالى في شكل نموذج اللي ازاي نطبقه كمعلمين ومعلمات كإدارة كأولياء أمور المواطنة الرقمية بكل عناصرها في شكل مبسط في شكل نموذج وإن شاء الله سيقدمه في محاضرة منفصلة لوحدها بإذن الله تعالى القانون الرقمي التعريف بتاعه هو المسئولات الإلكترونية عن الأفعال والأعمال يعني أي أفعال أو أعمال تقوم على الإنترنت أو على التعامل مع التكنولوجيا دي لها مسئولية فالقانون الرقمي هو اللي بيحكمها زي تعاملاتنا في الحياة العادية زي الفكرة برضو تعاملاتنا على الحياة الإلكترونية ده بالنسبة للقانون الرقمي بالنسبة للمتطلبات بالنسبة للحقوق والمسئوليات أي شخص فينا في الحياة العادية ليه حقوق وليه مسئوليات عليه نفس الفكرة في الجزء الخاص بالتكنولوجيا أو العالم الرقمي لحريات ممتدة او متطلبات معينة لجميع الافراد اللي علي المتطلبات والحريات دي بتحكمها قانون رقمي علشان كده نضميته العنصرين على بعض فاي شخص فينا لي متطلبات حريات على العالم الرقم اللي بيستعمله بيطاقف عند حريات اخرى لافراد اخرين بيطاقف عند متطلبات اخرى كل ده بيحكمه معايا المسئوليات عن الافعال والاعمال التي تحدث عن طريق هذه الحريات فهنلاقي بعض الحاجات تتقاطع مع بعض في المواطنة الرقمية وده اللي هودحه ان شاء الله في المحاضرات الاخيرة من هذا المقرر الخاص بالنموذج اللي سوف اعرضه بإذن الله تعالى